اشتركوا في القناة وقالت تفوق العسكري بين تسع دول تحتكر السلاح النووي الأكثر فضاعة في العالم وخصوصا واشنطن وموسكو فقد دعت الصين الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة وذلك بعد أن نشرت واشنطن وثيقتها تحدد الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية لردع الآخرين وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان بهذا الشأن إن السلام والتنمية توجهان عالمياً لا يمكن الرجوع عنهما على الولايات المتحدة التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم أختزمان المبادرة لاتباع هذا النهر بدلاً من الاعتراض عليه وأدت مراجعة السياسة النووية الأمريكية إلى إثارة غضب روسيا بالفعل واعتبرت هذه الوثيقة تصادمية وتتير مخاوف من إمكان زيادة خطر حدوث سوء فهم بين البلدين وفيما بدأ وتجاوزاً لمرحلة الحديث نحو الفعل أعلن الرئيس الروسي راديمير بوتي مؤخراً عمل بلاده على تطوير أسلحة استراتيجية تعمل بالوقود النووي لا تتبع مصاراً باليستياً ولا يمكن للدروع الساروخية اعتراضها ومضيفاً أيضاً إن العقيدة العسكرية الروسية تترك لنا حق استعمال السلاح النووي رداً على استعماله ضد بلادنا أو ضد حلفائنا أو في حالة استعمال أي من أسلحة الضمار الشامل حيث أطار التصريح ردود فعل قلقة من حول العالم ما دفع الرئيس الروسي إلى التأكيد لاحقاً أن بلاده غير معنية بإعادة إشعال الحرب الباردة بالرغم من اتهاماته المتكررة لواشنطن وحلف شمال الأطلسي الناطو بجر العالم إلى أتونها وتأكيده أن بلاده ستكون مستعدة لخوض غماره وليست بقية الدول المعنية في منعاً عن ذلك السيارة الذي يهدد العالم بشكل خطير إذ تزداد لدى كل منها الأطماع الاستراتيجي والمخاوف المتبادئة والتبريرات لزيادة ترسناتها النووية وتطويرها ما يعني أن معاهدة حضر انتشار السلاح النووي التي وقعت عليها ستة دول من الدول التسعة في ستينات القرن الماضي أصبحت فعلياً حبراً على وراء وسنستعرض لكم في هذا الفيديو الدول التي تمتلك أسلحة نووية وأبرز المعلومات عن ترساناتها بحسب رصد الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية وهو تحالف لمنظمات دولية غير حكومية حاز على جائزة نوبال للسلام عام 2017 ترتيب الدول حسب ترساناتها النووية أولاً الدول النووية الموقعة على معاهدة حضر الانتشار النووي أولاً روسيا تعتبر تاني دولة تطور سلاحاً نووياً ويقدر أنها تمتلك اليوم أكبر ترسانة نووية في العالم بواقع سبعة آلاف رأس نووي وأجرت موسكو سبعمائة وخمسة عشر تجربة نووية منذ تسعة وعشرون أغسطس آب ألف وتسعمائة وتسعة وأربع تانياً الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أول دولة طورت سلاحاً نووية كما أنها تعتبر أيضاً دولة الوحيدة التي استخدمت وذلك بإلقائها قنبلة على مدينة هيروشيما وأخرى على ناقازاكي اليابانيتين إبان الحرب العالمية التانية متسببة بمقتل أكثر من مئتي ألف شخص على أقل تقديري وتمتلك واشنطن ستة آلاف وتمانبئة رأس حربي نووي وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية ألف وأربع وخمسون تجربة نووية منذ ستة عشر يوليو تموز ألف وتسعمائة وخمسة وأربع تالتاً فرنسا إن معظم رؤوسها النووية ثبتة في غواصات من طراز آم خمسة وأربعون وآم واحد وخمسون وبعد الرؤوس جاهزة للإطلاق من طائرات مقاتلة وتمتلك فرنسا ثلاثمائة رأس نووي وقد أجرت مئتين وعشر تجربة منذ ثلاثة عشر فبراير شبار ألف وتسعمائة وستون بحيث كانت معظم التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر أثناء فترة الاستعمار في الفترة ما بين ألف وتسعمائة وستون وآلف وتسعمائة وستة وستون حيث خلف الإشعاع النووي للقنبلة النووية التي جربتها فرنسا حوالي اثنان وأربعون ألف مصاب وتبيعتها مئتين وعشر تجربة نووية أخرى تمت تحت إشراف الرئيس الفرنسي شارل دي جور وحسب موارد أخرى فإن بعض التجارب النووية الفرنسية جربت على أشخاص قد علقوا على أعمدة كان الغرض منها دراسة الانفجار والإشعاع النووي على البشر ترجمة نانسي قنقر رابعا الصين تمتلك الصين ترسنة نووية أصغر حجم من نظيرتها الأمريكي والروسي بواقع مئتين وسبعون رأسا نووية تنشر برا وبحرا وجوا وأجرت الصين خمسة وأربعون تجربة نووية منذ ستة عشر أكتوبر تشرين الأول سنة 1964 خامسا المملكة المتحدة تمتلك أسطولا من أربع غواصات وسلحة برؤوس نووية تحمل كلا منها ستة عشر صاروخا من طراز ترايد نات ويبلغ مجموع الرؤوس النووية ويبلغ مجموع الرؤوس النووية لدى بريطانيا مئتين وخمسة عشر رأسا نووية وأجرت خمسة وأربعون تجربة منذ أكتوبر تشرين الأول سنة 1952 ثانيا الدول غير الموقعة على معاهدة حضر الانتشار النووي سادسا باكستان حققت إسلام بار تطويرا كبيرا في مجال التسليح النووي والبنى التحتية ذات الصلة وزادت حجم ترسنتها خلال الأعوام القليلة الماضية ويقدر بأنها تمتلك اليوم ما بين 120 و130 رأسا نووية وقد أجرت البلاد ستة تجارب نووية منذ 18 مايو آيار من سنة 1998 سابع الهند أقد وصف تطوير يودله للسلاح النووي بالانتهاك لمعاهدة حضر الانتشار النووي وأجرت أول تجربة لها في مايو آيار من سنة 1974 وبلغ عدد تجاربها ستة تجارب حتى اليوم فيما تقدر ترسنتها النووية ما بين 110 إلى 120 رأسا نووية كوريا الشمالية إن لكوريا الشمالية برنامجا نوويا يتطور بوتيرة سريع يعد أحد أبرز درائع واشنطن لنشر منظومات دفاعية في المنطقة تعتبرها بيكين وموسكو استهدافا لها أيضا ويعتقد أن لدى بيونج يونج عشرة رؤوس حربية نووية وقد أجرت ستة تجارب منذ 9 أكتوبر تشرين أول من سنة 2006 تالتا دول تحتفظ بسياسة الغموض النووي تاسعا إسرائيل ينطبق هذا التصنيف على دولة إسرائيل فقط بحسب الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية حيث لم تكشفت الأبي عن حجم ترسنتها النووية فيما تشير التقديرات إلى امتلاكها 80 رأسا نووية وبحسب المصدر ذاته فإن إسرائيل لم تقم بأي تجارب نووية إلا أن تحقيقات إعلامية بناء على تسريبات استخباراتية أشارت إلى احتمال أن تكون تل أبي قد أجرت تجربة نووية جنوب غربي المحيط الهندي في 20 أبريل نسيان من سنة 1997 بالتنسيق مع جنوب إفريقيا وبالتالي فإن العدد الإجمالي للرؤوس النووية في العالم يصل إلى 14900 رأس نووي ويمكن للرأس النووي الواحد منها محو مدينة بأكملها وقتل الملايين من البشر بضربة واحدة والتأثير على مستقبل الدول لعقود من الزمن عزيزي المشاهد إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكره أترك لنا تعليقا وشكرا لكم للمشاهد مشاهدين أهلا بكم تسع دول تمتلك أسلحة نووية في العالم بعد مدينة